هنا بقول لتختبره إيه الرسالة اللي عاوز نوصلها أولا المقصود بكلمة تختبره مش الاختبار بتاع يعني يقول واحد يقول اختباره لا لا اختبار كنتيجة هون أيه بالضبط وهي كمان في الترجمات الإنجليزية to test and approve بمعنى اللي تميزه ما هي إرادة الله الصالحة المرضية أنا عيشت طول عمري أساس نزار بقالي دلوقتي حوالي خمسين سنة في الخدمة أنا تخرجت في كلية اللهوت سنة أربعة وسبعين يعني حوالي خمسين سنة وفي سؤال دايما أتسئله في كل حتة روح وحضرتك كمان أكيد بتتسئله وأكيد كل خادم بيروح وشعب كنسة بيسأله إزاي أعرف إرادة ربنا الحياتي مش بتتسئله السؤال ده كيف اختبر إرادة ربنا أنا دايما أغير السؤال وأقول كيف تختبر لأني دايما إزاي أعرف دي واحد قاعد كده وعايز طبعا ربنا يقدر لكن أنا دايما أقول إزاي تختبر يعني إزاي تميز إزاي تميز دي يعني واحد عنده الداتة موجودة وإحنا عندنا الروح القدس موجود في حياتنا بيشدنا إلى كل الحق ويذكرنا بكل ما علمنا شخص الرب يسوع به ومن خلال الكلمة المقدسة وعمل الروح القدس فينا وتقديم حياتنا ذبيحة حية ليه وإعبدتنا المستمرة ليه كذباء حية نستطيع أن نميز يعني عندنا أن نميز صوت الرب من بين الأصوات الكثيرة بالضبط عندنا أصوات كثيرة جدا 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 لكن من خلال هذه الحياة اللي ليها الذهن المتجدد نستطيع أن نميز ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة فأنا عشان كده عايز أقول لكل واحد النهاردة بيسأل السؤال إزاي أعرف إرادة ربنا الحياتي السؤال المهم هو إزاي تميز والرب بيقول كده خبر بالضبط خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني وأنا أعطي لأنها بتعرف صوت الراعي تميز صوت الراعي ولا تسير وراء الغرباء لأنها لا تعرف صوت الغريب وبالتالي الفكرة يعرف صوت ربنا إن شاء أحد أن يعمل ما شئتها ويعرف التعليم يروح لكلمة الله يطلب مشيئة ومشورة الروح القدس لكن قبل كده عليه أن يقدم حياته مكرسة عليه أن يعبد الرب كسلوب حياة دائم طاعة وعليه أن يطيع شخص الرب بالفعل وعنده إذن يستطيع أن يختبر ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة من هنا من نستشف أو يعني من شوف الكلمة أنه هي إرادة الله صالحة إرادة الله كاملة وإرادة الله مرضية فالسؤال كيف أختبر هذه الإرادة الحقيقة اختباري لهذه الإرادة بيختلف مع وجود أساسيات لا نختلف حولها فإرادة الله نمرة واحد الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون هذه إرادة الله يقدم الإنجيل لكل الناس والروح القدس يعمل وإلى آخر يبقى إذن النهاردة علينا أن ندرك هذا نمرة اثنين إرادة الله قدستنا نعم الله يريدنا أن نعيش حياة مقدسة في عالم ممتلئ بالنجازة لذلك من فضلك لو في تجربة تختص بالشهوات تختص بالجنس تختص بعلاقات مشبوهة تختص بأموال غير صحيحة تختص بأمور مختفية أو إلى آخر إرادة الله قدستنا نمرة ثلاثة علينا أن ندرك أن إرادة الله تتفق مع كلمة الله لا يمكن بأي صورة من الصور أن إرادة الله ستختلف مع إرادة مع الكلمة المقدسة علينا أن إحنا نلجأ إلى كلمة الله ونطابق ما يمكن أن نراه من أمور مفتوحة أو من ظروف متاحة أو من قرارات يجب أن نتخذها في طوء الكلمة المقدسة شيء آخر علي أن أختبر إرادة الله أو أن أعرف إرادة الله من خلال الظروف المحيطة الأسرة واحدة من ضمن الأمور التي أعطاها الرب لي ولك لكي يمكن أن تكون سبب دعم وسبب إرشاد وسبب قوة لذلك علينا أن نضع الأسرة في الصورة كمان المشيرين الروحيين أطيعوا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الحياة هذه بعض الأمور التي ينبغي أن نضعها في الاعتبار بالإضافة طبعا لاستخدام العقل وتخدير الظروف إرادة الله أن تفعلوا الخير فتسكتوا جهالة الناس جهالة الناس بالضبط كده فدي بعض الأمور الأساسية التي تساعدنا لكي نسلك في مشهورة الرب وفي إرادة الرب باستمرار ترجمة نانسي قنقر